هوية بريس عام 2001 وبالضبط في 11 سبتمبر وقعت عمليات إرهابية والتي استهدفت جوج ديال الأبراج في مدينة نيويورك كانت صدمة كبيرة في العالم كامل المتهم الأول كان هو تنظيم القاعدة أنا طبعا ما كان ثبت ما كان فيه ضلوع ديالتنظيم القاعدة في هذه العملية أنا ريك أنسرد الترتيب ديالالأحداث كيفما تقلت في وسائل الإعلان الرسمية سواء كانت القاعدة أو شي جهة استخباراتية المهم أن الأحداث مشات بسرعة افتجاه إدانة المسلمين وعلنت أمريكا الحرب ديالة على الإرهاب وخصصت لها ميزانية كبيرة هذه الحرب لم يكن شي عسكرية فقط وإنما كانت فكرية ونفسية وسياسية في العالم الإسلامي وفي العالم العربي بالتحديد كانوا بعض المرتزقة أشباه المثقفين واللي عندهم خلفيات علمانية قالوا هذا هو الوقت اللي يجمع فيه شوية ديال الحبة ومشوكي أستو جمعيات ومنظمات اللي كتحمل شعارات ديال محاربة الإرهاب والتطرف وبالفعل رأينا في مصر ما يسمى بمجلس محاربة للتطرف وفي تونس لجنة مكافحات الإرهاب ومنظمات أخرى في دول عربية أخرى من بينها المغرب ثم عارفين المرتزقة في شمال إفريقيا أعطاها الله الخير هذه المنظمات كيف ما قلت الهم ديالهم والهدف ديالهم الوحيد هو جمع المال أما خطنا رأينا في المجتمع ديالنا وعارفين بللي أننا في البلدان ديالنا ما فيهاش حاجة اسمتها الإرهاب ولا التطرف بالعكس الإرهاب والتطرف لم يظهر إلا من بعد الغزو الأمريكي للعراق هذه الساعة رأينا في داعش وأخواتها أنا أعرف أن تقول لديه وقتنا ما من علاقة داعش والإرهاب في سبتمبر مع صابر لكن صابر هو لطياح هذه العمارات لا لا أقوم معي أنا سأفهمكم الصابر الشاوني الذي لا تعرفه هو فلوغر من نواحي شف شاون والذي يتميز بخفاة الدم والذي يعرف بالتشجيع للسياحة الداخلية واحدة النهار في جولته مشاء الشاطئ في الضواحي مدينة الناظر الاسم هو حامد شعابي هذا الشاطئ فرد من نوعه فرد من نوعه لأن الساكنة منطقة توارثت عبر الأجيال واحد القانون الذي تنظم به الولوج لذلك الشاطئ فكان القانونه ينص على تخصيص أيام خاصة بالرجال وأيام خاصة بالنساء بلا اختلاط بلا تعري هذا شيء رائع جدا ممنوع لشيء يا رجل يمشي للشاطئ في النهار الذي يكون مخصص للنساء يعني أن النساء يأخذوا راحتهم في السباحة وفي الاستمتاع في ذلك البحر سيصابر مشلت الماء وصور في الفيديو وبيين للناس ذلك القانون المتوارث الفيديو انتشار ووصل البزرد من الناس ولكن وصل كذلك إلى واحد الفئة ماذا يكون هذه الفئة هذه؟ هي الفئة التي هدرت لكم عليها في الأول فئة المرتزقين لحملة شعارة محاربة الإرهاب والتطرف قل لك سيدي هذه فرصة لكي نبينوا الخدمة للأسياد بشونوا وضلوا بالبالا وحركوا الإعلام العلماني وعملوا ضجة كبيرة قل لك هذا الشاطئ هذا فيه ناس متطرفين اعلاش نسى بوحدهم ورجال بوحدهم اعلاش في 2022 والناس ما زال كيستروا العورة ديالهم وعملوا واحد ضغط كبير على السلطة اللي مع الأسف مشات وحي يددك البلاقة الساكنة ديال منطقة بقى فيهم الحال بززاف كيفاش قانون متوارث من عشرات السنين واللي كيحميوا بيه الشرف ديالهم والأعرض ديالهم سأجي منظمة علمانية متطرفة حمخة وستفرض عليهم التعري تحت شعار محاربة الإرهاب والتطرف وحقوق المرأة الكاميرا ديالهو يا بريس مشات العين المكان وسجلت الغضب للا الساكنة الناس جاتهم صدمة أن شيء واحدين يتهمهم بالإرهاب والتطرف ظلم ما بعده ظلم للأمانة كان بعض الأخبار كتقول بي أن الوالي اجتمع مع الجماعة المحلية وقروا أنهم يرجعوا ذلك البلاقة لكن لحت الساعة مازال ما تصدر حتى شيء تصريح رسمي وحتى ذلك البلاقة مازال ما رجعت نعم هذا هو العلماني المتخلف دير شمال إفريقيا باغي يجيب سلوكات غربية أوروبية ويفرضها على مجتمع آخر عنده ثقافة وعنده هوية وعنده قيم وعنده أخلاق ياريت لو أنهم يقلدوا الغرب في البحث العلمي وفي النظام وفي العدل ياريت لو أنهم يدفعوا للحقوق الأساسية ديال الناس حق التعبير حق السكن حق التعليم يقول السلام عليكم يقول لك حق الردة يقول لك حق المستشفى يقول لك حق الإجهاض يقول لك حق السكن يقول لك حق الإفطار العناني في رمضان يقول لك توزيع الثروات يقول لك العلاقات الرضائية ناس متخلفين عقليا ومراض نفسيا ومجرد أنهم يرون مظهر من مظاهر تدين أو الأخلاق أو الاحتشام يأتيهم الصعر والله المستعان في الختام كيف يريد أن نوجه لا تدير للرسائل رسالة للأخ صابر والفلوغر بالصفة عامة رسالة للناس المواطني المغربة ورسالة للسلطات رسالة صابر يقول لك شكرا لك لأنك تشجع للسياحة الداخلية وتبين الإمكانيات السياحية التي لدينا في بلدنا وتساعد في الترويج الحركة الاقتصادية في الكثير من المناطق في المغرب لكن عندي طلب صغير لا يجزيك بخير المرة لما جيدة شاهدت منطقة محافظة وعنده مظهر من مظاهر التدين بالأحسن في نظري بلا ما تبينه لأنه كما قلت مرتزقة يستطيع أنه غير فرصة هل ترى هذا كيف يقع في منطقات حمد الشعبي لكن إذا كانوا يستمتعوا لسنوات طويلة في ذلك البحر هذا مع الأسر سيتحرموا منه أما رسالة للمغربة فأنا أريد أن أقول لهم بأن هذه الحملات المسعورة على الأخلاق والقيم والدين والهوية يجب أن نقابلها بمزيد من التشبث بالأخلاق والقيم والدين والهوية خاصة في الشواطئ دينا اللي مبقينة كنفرقوا بينها وبين الشواطئ الأوروبية تعري خمر مخدرات قلة الحياة كلام النابي شيء يندى له الجبين أخسنا نقتضي بساكنة حمد الشعبي وانقلدهم في الأخلاق والقيم والتمسك بالهوية والحرص على الأعراض أخسنا نوعي والناس بالخطورة المجاهرة بالفواحش والمنكرات المغرب بلد إسلامي إلى قيام السعاء إن شاء الله والعلمانية هي مجرد حالة طارئة أما الرسالة دينا للسلطات وخاصة السلطات ديال منطقة لأنه متأكد أن ذلك البلاكة كانوا شايفينها وما كان شيء تزعجهم بالعكس كانوا يعطين الحرية لكساكنة باش يسيروا الأمور ديالهم احتجوا هذه المرتزقة لكي يستقلوا بالخارج وبغاو يضغطوا على البلاد لكن مع ذلك هذا مش مبرر رجال السلطة خصوم يأخذوه عن الاعتبار بأن الغالبية الصحيقة ديال المغربة مسلمين وأنه متبتن بالإسلام ومعتزين بالهوية ديالهم كما أن القانون المغربي للصالح ديالنا لأنه فيه بنوت كتعاقب على الإخلال بالحياء العام زيدا لهتشي الخطاب الملكي الأخير والذي قال فيه كلمة رائعة جدا ولأنه متأكد أن شريحة واسعة ديال المغربة استقبلتها بالفرح والصروف والذي قال فيها بأنه لن يحلل حراما ولن يحرم حلالا يعني هات السرعة في الاستسلام بالضغوط ديال هذه المرتزقة راه غير مبررة لأن المغربة إذا شفوا الدولة كتحمي القيم والدين ديالهم راهوا الله ميدوزوها ويوقفوا معها ضد أي تدخل خارجي بالعكس هذه المرتزقة هدو هم اللي يخافوا لأنهم كيرتكبوا جوش ديال الجرائم كبيرة في حق البلاد أولا لاستقوى بالخارج وثانيا زعزعات استقرار المملكة كم بزاف ما يتقال هو لكي ما بغيتش نطول عليكم أكتفي بهذا القدر نشكركم على المتابعة وما تنسوش تشتركوا في قناة ويا بريس باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته